نحن نرحب بعض لجنة المالية ماروين فلفيل النائب عن طحية تونس عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مرحبا مرحبا ببكر مرحبا بسيد المستمعين شكرا جزيلا انتم من الكوسان من رئيس الحكومة نحن من الحزامة ليصوت لرئيس الحكومة والحكومة الحالية سميكم بالكوسان هو تونس موجودين معه بشتصوتوا على قانون المالية التعديل المعدل اليوم عنا جلسة مع السيد وزير المالية وهو الجلسة اللي بشتناقشوا فيها اول حاجة انا حاب نقول فما تمشي يجب انه جيت الصيغة الولانية وتم رفضها نحب نحييه ان الحكومة تفاعلت يجبيا مع الرفض هذي ورجعتنا بانصيغة معدلة اكثر واقعية ولكن لازل تطرح بعض التساؤلات ويلزم رؤية واضحة تتعهد بها الحكومة باش يتم المسادقة وتم المضي قدما في التصويت على قوانين المالية سوى تعديلي سوى الأصل ضروري اليوم التصويت على قانون المالية تعديلي ما هوش حكية ضرورة لكن فما فرضيات واقعية إذا كانت الفرضيات الواقعية وفما ضمانات حقية ورؤية حقيقية نحن نمشي فيها نعلي 4 سنين ديما نقول رانا نتفكروا قانون المالية والمالية العمومية والظروف الاقتصادية كان في شهر نوفمبر كتبنا ونقشو قوانين المالية عدينا قوانين المالية الكل نرجعوا إلى السير العادي متاعنا وإلى ننساوا الكلام اللي حكيناها على الأصلحات الكبرى والكلام اللي نحكيها على الرؤية الواضحة والاستمرارية في الأصلحات ونعودوا نتفكروا في نوفمبر جاي في وضع ديما أخير موقفكم تقريبا يلتقي مع موقف قلب تونس نا نحن ماناش في منطق الابتزاز ماناش في منطق يدخني في حكومة باش نصوت على القانون ماناش في المنطق هذي في منطق اللي نحبه نمشي في رؤية واضحة نتعى أصلحات كبيرة ونمشي فيها الناس كل مباشرة ما الذي يفيد أنه قلب تونس بسدد الابتزاز بموقفه لأنه أعطاه جملة من المطالب تقول لهم لك اللي هم تطلبتوا بمزيد التوضيح للرؤية هو كيف كيف هو قال لن نصوت على الحكومة وقبل البشر يحكي على تحوير ويزري نحن الآن يعيشين في الساحة السياسية نعرف المواقف نعيش فيها يوميا في الليجان في الاتصال المباشر ونعرف تغيير المواقف أنا نقول الظرفي ولا البراجماتي وذي حقه ولكن على الأقل يكونوا واضحين معناها ما نحبش أنا نلبسه لأنه حلونا أندباء عام كامل على الأرقام المغلوطة ومنيش عارف كذا وكل شي ورطوا فيه المالية العمومية وضعونا في وضعيات حرجة منص الخطاب هذي في إطار تحميل المسؤوليات وفي نهاية من أجل تسبيل ميقات سياسية لو كان جاء الموقف مبدئي ومبني على رأي اللي تقول فيه وكأنه رد أو معناها كيف كيف زاد أنت الموقف متاعك اعتباره أنه موقف قلب تونس هو بتزاز هو رد سياسي على مطالبتهم بالتدقيق في الأرقام اللي كان يقدم فيها حكومة يوسف شهد اللي تقدم فيها لدارة تونسية رئيس حزب كلو وهم ما قالوش تدقيق في الأرقام لأنه مجموش شكوا فيهم ولكن هما قالوا أرقام مغلوطة قالوا لم يتم تقديم الأرقام لأنه حاب نجيب لك أنت سألتني قتل عليه جيب دوسية نحن نقول لك أن الناس هذية كانت تقرأ شوية محطي سألتك براي براي نعطيك هذية تقرير موجود تقرير حول المنشئات العمومية هذية في الميزانية 1220 يستطقوا عليها هذية فيها الأرقام اللي هم الكل يحكيوا عليهم هذية يشكون قدمها قدمتها الإدارة التنسيق بطبيعة تحاله حكومة ولكن الإدارة التنسيق نحب نشكرها على المجهود الكبير الأرقام الكل موجودة ثم حتى رقم مخبي في البلاد لا مخبي في الميزانية هم يقولوا مش كتاب هذيك أوكي بركة لو فيكم يقولوا كنتم قدمتوه هذا مصادق عليه في الميزانية مصادق عليه هذية في بارتي أنتجرونت من الميزانية هذية التقرير الملحق عدد 9 نصادق عليه كما نصادق على الميزانية بتاع الدولة كما نزيدك تقرير ثاني اللي هو اللي يحكيوا عليه تقرير حول التحويلات والضمانات للمنشيات العمومية والمؤسسات العمومية الغير لدارية هذية كل موجود ومفتوح ومتاح نقدمتو الإدارة التنسية والدولة التنسية وفيه كل الإشكالية أنه نريد أنه نحمل ميزانية الدولة ما لا يحتمل اللي أنزل الله به من سلطان فما عجز متراكم يبش نقاوله حل حقيقي بالإصلاحات وإعادة الهيكلة نسجلوا نقاط سياسية والخيار واضح في البلاد اليوم فما رغبة حقية في الإصلاح ونعملوها لكل مبعضنا بش نقضوا بلادنا ولا نواصلوا في العبث السياسي اللي متواصل معناها أتى من أنا نحب نبربش في السياسة لأنه المعارك هذه الكلها معارك ديما فيها خلفية سياسية شنية اللي خلى اليوم قلب تونس بعد التقارب مع تحية تونس اللي كان فيما تقارب نوع منه الهدنة بين الطرفين أنه اليوم يريد إعادة فتح الملفات سمعنا تصريحات لعدة نواب من قلب تونس يتكلموا على تحية تونس وعلى حكومة يوسف شاهد بالأساس شنية اللي صار في الأثناء غالي فهمة ناس ما نجمتش تجاوز معركة الأشخاص أحنا معركتنا معركة بلاد ومعركة أصلحات يدهولي معركة في حزام في حزام أكثر من أنها معركة معركة سابقة أو لا هي في حزام يبدو أنه هناك خلاف في بين مكونات حزام ربما رؤيتنا أحنا كيصدقنا على الحكومة هذية ومشينا في رؤية متاع حكومة غير متحسب حكومة معناها تجمع لها حزام سياسي ولكن غير متحسب أعتقد أنه فما تكون في الأثناء أراد أن يحول وجهتها إلى حكومة متحسب ثم رأيكم أنه إذا كانت ولي حكومة حزبة معاش تندوه على الأقل ما يصير فيها نقاش أحنا مسندتنا لي على أساس مجموعة من الضوابط ليسي مشيش يجاقلهم يعني يجاقل نحب نمشي نعمل في حكومة غير سياسية غير متحسبة ولكن حكومة كفاءات تحظى بدعم سياسي ومشينا معها في الأساس هذي قلنا البلاد اليوم في حاجة إلى الترفع الصراعات الحزبية والسياسية أنا نشوف أن نعيش في المجلس اليوم كرهت الصراع عم 12 و 13 ساعة ما فيه حتى حاجة تهم المالية العمومية تهم قوة التوازن تهم الإصلاحات الكبرى في البلاد ما أنزل لها ابن أمن السلطان إلى حد معناها العبث فبالتالي نعتبر أنه حتى العمل الحكومي يلزم يترفع اليوم في المرحلة هذية على الصراع السياسي ربما العقيم في بعض الحين ونمشيه في أمهات القضايا زميلك مهدي بن غربية يقول أنه اليوم يظهر لي يقول وقيت لدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوين توافقوا في هذا الرأي إحدى الحلول لما ما هوش الحل الوحيد الحل اللي أنا بالنسبة لي نمشيه في الإصلاحات قبل كل شي أندي بندامون شكون المشهد السياسي والبرلماني اللي موجود لخي يعملنا انتخابات على أساس أنه مش تتحسن الأمور لكن إشكالية الكبرى إبو بكر إلينا إحنا مناش قاعدين نصلحوا في بلادنا اليوم الورو سنتيم تارمواطن تونسي في الخدمات العامة ما هوش قاعد يحس أنه فيه ميزانية كل عام فيها تونسي اليوم راه دولتنا راه مجمل نفقاتها 53 ألف مليار يحس فيها في صحته في تعليمه في كياسه في جودة الحياة متاعه ما هوش يحس فيه بالتالي يفهم إشكالية كبرى تفلوس تصرف موش قاعد تصله ما نفح ما هوش قاعد يشوف فيها ما هوش قاعد يحس فيها ما هوش يحس في تحسن يحس في كل المؤشرات الورو سنتيمتاعه أنه كل المؤشرات جودة الحياة الخدمات العامة حتى الثقة في المستقبل قاعدة تنهار وهذا ما يجم يتحل وما يجم ربما يتغير أنفسي لتندنس كيف نمشوف في البرنامج هذية متاع الاسلاحات برنامج لساحات الكبرى موجود تم عليه توافق كبير من 2018 فما كتاب أبيض ما سارش عليه توافق ما سارش عليه توافق تقريبا أغلب الخبراء اللي كان موجودين على الأقل للناس اللي نعرفهم اللي تحتتيه موش ما سارش عليه توافق صارت عليه حملة من الحكومة وكذا ومحاولت أنه تقنع به وحطت عدة خيارات وفي الأخر تقريبا ممشيتش في حتى الخمص متاع التواجهة هذه يعني ما كانش ممكن بالنسبة لها في ذل التواجهة السياسية نتعمل حد شي أو الاجتماعي شا عملنا خسرنا عامين خسرنا عامين من تأخر الاسلاحات ولليوم أنا قاعدين نشوف فيه الامباكت متاعه على الميزانية نشوف فيه انهيار منظومات الدعم نشوف فيه اليوم في وضعية المؤسسات العمومية اللي في حاجة اليوم إلى اليوم في حاجة اليوم قبل الغدو وفي رؤية واضحة أما التأخير هذين المتعمد راه يهز فينا نحو الأزمة الكبرى نحو الإفلاس الحقيقي هل يقدم قانون المالية 2021 وقانون المالية التعديلي هذا رؤية إصلاحية أنه نعتبر أول حاجة مرون في الفعل النائب وعضو لجنة المالية في مجلس نوبة الشعب أنا بطبيعة الحال ما هوش الإصلاحات راه وما تجيش في قانون المالية ولكن يلزم تعاهد من الحكومة هل يعبر على رؤية خاطر راوكي تقرأ الأرقام وتقرأ جملة الأجراءات اللي تجيلي هي فصول في قانون قانون المالية تفهم ثنية تفهم وين حاب يمشي نعتبر أنه اليوم في قانون المالية حتى قانون المالية ما جي في حتى حتى ما يحملش هو الإصلاحات ولكن الإصلاحات تتحط في الوثيقة التوجهية في وثيقة تعاقدية تتعرض وبيان حكومي واضح معا تعهدات مرقملة ومجدلة وقتاش بيش تعمل الإصلاح هذي السنيران يهوش مش نعمل بطبيعة الحال لكن ما نشوفش أنا مثلا أنه في قانون المالية فما مثلا موارد نفقات مخصفة مثلا لعملية الإصلاح ولا لعات الهيكلة هذا يطرح تساؤلات حاجة ثانية مثلا فيما يخص الاعتمادات ولا النفقات المخصة القطاعات الاجتماعية وخاصة القطاع الصح فما يشير ارتفاع في ميزانية وزارة الصح اللي هي حاجة بالنسبة لي تطرح تساؤلات هذا هو النقاش اللي نقول لك اليوم مش نطرحوه مع السيد وزير المالية وغدوة في مستوى حركة تحية تونس في يوم مع خبراء الحزب ومع نواب يوم بطلماني كامل لدراس القانون هذا الموقف معناها نهائي ناخدوه بعد الاستماع لسيد وزير المالية لأنه أول حاجة وزير المالية أول مرة من المرات القليلة أنه يسحب مشروع قانون المالية ويعود يجيبه وهذا معناها نحييوه وهذا تفاعل إيجابي وخطوة إيجابية في طبيعة الحال أنا نتوقع أنه اليوم العشية في الحوار مع اللجنة يصير تفاعل إيجابي في الاتشاة هذا ما تسألوش كيفش تم تعبئة الأموال كل المنصوص عليها في قانون المالية التعديلي من هوني زيال شهر 8000 مليار نحكيه من السوق الداخلي وليقولنا نحن هدايا يلزم بالاتفاق مع البنك المركز لأنه تقريبا كل فرضيات التمويل الداخلي تمر عبر السوق المالية الداخلي ثم توجهتوا البنك المركزي بش تسألوه هل موفقه أنا كنت طلبت في الاجتماع التحضيري نهارة البارح في اللجنة بالاستماع إلى سيد محافظ واقعية الفرضيات التمويل الداخلي ما عندكمش إيجابة من البنك المركزي اليوم لحد اللحظة هذه لا لكن أنا اعتقد أنه إذا كان وصل وزارة المالية باش عاود تقدمتنا هالمشروع هذي أنه فم اتفاق مبدئي مع البنك المركزي واضح اليوم دعويت لحوار وطني سي مروين في الفيل النائب عن تحية صعود رجل المالية هل عندكم تصور لحوار وطني يلزم حوار وطني يلزم في يوم مهات القضايا لأنه مش حوار وطني اليوم فم إشكالية في النظام السياسي الناس كل تطرحها حتى حد اليوم لقدم فيها حتى كقدمناها في المدة نيابية الفارقة كانت متأخرة وترحت عليها العديد من الإشكالات في التوقيت متاحها اليوم تقرير دائرة محاسباتي يجب أن يكون علامة واضحة في البلاد يزننا نقول وين ماشيين بالديمقراطية وزنات الكبيرة متاع البلاد والتوجهات وين نحب ونهزوها البلاد هذا يزم عليها توافق أدنى حتى أدنى ما توافق فيه الشركاء الاجتماعيين وفيه الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في بأي إشراف تحت أي رئاسة من الرئاسات المهم أنه تتفق وأنه المجتمع تحت أي رئاسة هذا اسمه التعويم لتحمل لا لا معناها إن دي بان دمان أنه كادر نمبرت هو المهم أنه نخرجه في النهاية المخرجات متاع الحوار هذي فيه نتلمه نتلمه في دار نتلمه في قاعة كبيرة نتلمه في استاد هذاش حبيت نقول لك معناها المهم اليوم ما عادش أنا لفارم هي اللي تهم بقدر ماهو اللي أن نحب ونخرج وبتوافقات كبرى تخلي بلادنا على قل تخرج من الأزمة تح تعويم المساج بوليتيك خاتم عشر نكلمك فيه مساج بوليتيك فيه رسالة سياسية أنه ليس رئيس الجمهورية فقط هو نجم ي ي لا لا بالعكس باش نساهلوا على رئيس الجمهورية وبالعكس إذا كان رئيس الجمهورية يخذ المبادرة نحن مسندينه وكان يخذ رئيس البرلمانتو مسندينه لا ما قلناش على الأقل رئيس ما نحب نفهم ما نجمش يزمن يكون كويرا مع ما روح أنا ما نجمش نكون طالب منه سحب ثقة قبل ستة شهر واليوم نضعيه باش يخوض للحوار مثلا أي رئيس الحكومة مثلا بطبيعة الحال يجم عايش له واتحاد شغل مثلا كل المنظمات الوطنية تحاد شغل واتحاد العراف واتحاد الفلاحين ما عندكش تصور وما عندكمش تصور أنه هو الإطار اللي خليه ينجح أنا ديما نقول ما نحبش نحذر معناها أنا مشكلتي الناس نحذروا في الحصور قبل الجامعة لحصر عمرها ما غير جامعة ما تجم تعم بيه أنا بالنسبة لي الأهم هو ماذا سنتناقش وحوله ماذا وهي مخرجات هذا الحوار الوطن يقول الملاحظين والمتابعين أنه الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي اللي احنا فيه اليوم ثلاثة سنين من حكم يوسف شهد هاي هدايا فيه تار لابتزيز السياس وفيه تار تحميل مسؤولية علش لا رجلتها لأنه الأرقام لا تكذب هاي هذي هي اشكالية أنه الناس تحب تكذب الأرقام لا الأرقام لا تكذب لأنه اليوم كتقول الوضع أزداده سوءا والإصلاحات ما صارتش والمالي العومي ونسبة الددين ورتفعت ونسبة لا لا وش أفسر لك شنية سيدوها كواه هذي قانون المالية التعديلي في نسخته جديدة جيب وأنا جبت معايا بالحساب حساب لأنه هذه هي الأرقام مسائية الأرقام أنا انتهت بالنسبة لي بقانون المالية التعديلي في نسخته هذي علش لأنه أثبت أنه نسبة العجز اللي تسجلت معناها المرور من 3% مبرمشة في القانون المالية 2020 الـ 11.4 في القانون المالية التعديلي في نسخته هذي هي دو أو كوفيد إلى أزمة الكورونا ما فماش عجز كان مخفي أو إخفاء أرقام أو أشياء أخر هذا هو كان واضح يعني إجابة الحكومة محافظة البنك المركزي قال جزئيا هناك جزء موش الأكبر من العجز جزء الأصغر اللي جاي من أزمة الكورونا سمحني الباقي هو من أنه را نذكرك في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2020 عملنا نسبة نموس البيت أهو بش نجيبك عليش نقول لك عليش اللي مكاشفها كورونا في تونس لأ سمحني فما ثلاثة قطاعات مهمة محركات الاقتصاد شكونوا البرتونيري كونوميك لوليني متاعك هو الاتحاد الأوروبي في ثلاثة أشهر أولى كان محقق نسبة تراجع ريسيسيون متى خمسة في المية معناها الكارنيت كوموند متاعك لتوريست متاعك التصدير متاعك هذو ما المحركات متعنموها لأخي احنا كنهارتين ينسكروا معناها عايشين في جزيرة معزولين على العالم شركائك الاقتصاديين يعنيوا في تراجع في الثلاثة الأول في طريقة الحال لأن عكاس مش يكون مباشر عليك مش معناها تسجل من نهارتين انت سكرت من نهارتين شركائك الاقتصاديين بداوا يعنيوا في عجز سواء في القطاعات الميكانيكية في التصدير في السياحة في تصدير المواد ايه سمعني موانا مانيش مختص في الاقتصاد ولا في الكذا ولا في ما يخذني على قد فهمي معناه كي تعمل نسبة نمو سلبية راي تحت 0 معناه عكا ولي إلا 0.6 يظهر لي ثلاثي الأول من 2020 لا أقل أقل قداش ما فكرني بهتنا أن نرجع له إلا واحد فصل حاجة إلا واحد معناها أنا راني بالوضع في الاتحاد في أوروبا اللي هو السوكي لولانية انت قلت سوكي معناها المي بالوضع شريك الاقتصاد كان جيت أنا كنت مش نعمل 4% ولا 3% بالتراجع هذاك مش نتيح لـ 2% 1.5% احنا شتعهدنا كنا نسبة النمو 3% 2.7% 3 أبا 2.7% باش نقول لك حاجة أخرى باش نأكد لك لو كي باش تيح 1% و1 و1 ونص على قلب شكر هسي دي نص في النمو باش نقول لك الأزمة راه هي كبيرة وثاني حاجة راه التقديرات مهيش تقديرات الحكومة 2.7% لبنجتها في 2020 تعرف أنت لفمي قوت 2019 مهيش لا حكومتنا عطيتنا تقديراتها لنسبة النمو في تونس 2.4% معنى حتى 1.5% زاد في نفس نحطوه في نفس الواحد معنى كان عنا صراع سياسي معنى ونحبه اللبس والخطأ أو الأخطاء بناء على الأرقام وتوجهات تقدمها الدولة لا لا سمحني سيده وعنده سيمودال وعنده قراءات وعنده تقديرات وليخذها باش نكونوا واضحين أنا مشكلتي أنه معركة الأشخاص هذه ومحاولة التشويه وتلبيسها راهوا كلفتنا معنى العبث السياسي متاحهم كلفنا هالصورة السيئة اللي عنا قدام المانحين وقدام شركائنا حالة التذبذ التصريحات هذو ما اللي يحكيوا عليها يعني تصور أنت معنى العالم ما هوش يسمع فينا ما هوش يسمع فيه بعض اللوخيان اللي يشكوا في الأرقام مش معنى تشك في الأرقام تشك في الإدارة التونسية تشك في بلادك معنى الناس في إطار عركاتهم السياسية مستعدة أنها معنى صورة البلاد تمشي وأنه مصدقية إدارتنا لأنه في نهاية هدو تجم هو يحكم السيدة ذا اللي ينتقدر مش تحكم في منظومة فاقدة للمصدقية وفاقدة نائب عن تحيطون صعود الرجل المالية هل أنه اليوم معنى بتوجهات الحكومة وقوانين المالية وكذا اللي تقول راه اليوم فاقدة للرؤية فاقدة للحلول هكا ولا يلزم ما قلتش هي بات الحل هي فاقدة اليوم لا ما قلتش فاقدة يلزم تعهد بتنفيذ هذه الحلول تعهدات واضحة وجدية ومرقمنة وفيها الوقت وقتش بش نبدأوا فيه هذا هو ما قلتش هذه موجودة الحلول موجودة أعطيني جدول زمني ومرقم في تنفيذ هذه الحلول وهذه الاصلحات أعطينا كيفاش وقتاش مش نبدأوا في جانفيش مش نعملوا بالنسبة للمؤسسات العمومية التونسير النقل المؤسسات العمومية الكل المؤسسات اللي بالحق في حاجة إلى دعم وحاجة إلى رؤية هما بيدهم موظفيها وشراكائها ومزاوديها يلزم الناس كل أخرجوه على الأقل بأنكا لندريا على ثلاثة سنين هذه العمين الجيد شمش نعمل خلي الناس الكل تعرف أنه في العمين هذو مراهوا عنا عمين متع عمل متع إصلاح نعرف أنا بعد عمين تونسير مشترش على الوضعية هذه نعرف أنا بعد عمين استير شمش يصير فيها نعرف بعد عمين أنا وضعية لسن دي بي وضعية المؤسسات والوفيس دي سيريال شمش يصير فيها لأنه اللي الناس ما تحكيش عليه أنه راهوا فم جانب كبير راهوا من عدم التزام من المؤنشئات العمومية والمؤسسات ببرامج إعادة هيكلتها وهذا المطلوب أنه نمشي ونصلحه شكرا شكرا جزيلا شكرا بركة الله وفيك نابع تحية تونس وعضو لجنة المالية بمجلس نوبا لا شام